بعد تأجيلات عديدة، بات في حكم المؤكد عقاد الاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى في الرباط بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز في الأول والثاني من فبراير المقبل هذا ما أكده خسيمانوال البارز، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني تصريحات صحفية نقلتها عنه وسائل إعلام إسبانية من عاصمة النيجر البارز قال إن القمة الثنائية ستعرف مشاركة أكثر من عشرة وزراء من السلطة التنفيذية الإسبانية لفانجارديا الإسبانية كتبت ذلك مثلها الصحف الإسبانية الأخرى الإعلان عن تاريخ عقاد الاجتماع رفيع المستوى الموصوف بالمهم يأتي بعد سبعة اجتماعات تحضرية تكتب إيسبرس توازياً، كلام للملك الإسباني فليب السادس حاضر رئيس إعلامياً دشن مع المغرب مرحلة جديدة أكثر قوة ومتانة كلام الملك الإسباني بالعريض في هذا بفضل خارطة طريق تم اعتمادها في أبريل الماضي على أساس خارطة الطريقة الجديدة القائمة هذه يلتزم البلدان على الخصوص بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور مع تفعيل مجموعات العمل القائمة قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات يكتب الموقع العلاقات المتميزة تترجم أمنياً خبر تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في الإعلام المغربي كما الإسباني الأمن المغربي تمكن في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية من تفكيك الخلية المكونة من ثلاثة عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب